في إطار اهتمام سموه الدائم والمستمر بكافة ما يتعلق بالمسرح العربي حضر صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلى حاكم إمارة الشارقة العرض الأول لمسرحية مجلس الحيرة والتي ألفها سموه وأصدرتها منشورات القاسمي وقدمتها فرقة مسرح الشارقة الوطني في منطقة الحيرة ويقدم صاحب السمو للقارئ العربي من خلال المسرحية هدية نفيسة من عيون الشعر العربي والأواذر معلقاته ونصوصا من التراث الأدبي الزاخر بأرقى العبارات وأبلغ الكلمات وأخذت المسرحية الحضورة في رحلة عبر الزمن إلى مملكة الحيرة العربية على ضفاف الفرات حيث الهواء العليل والخير العميم والثوروات الكثيرة والنعم الوفيرة ونظرا لذلك فقد اتخذها ملوك العرب موطنا لهم وشيدوا فيها القصور وبن الحدائق والبساتين حتى أصبحت زينة البلاد العربية هل حضر أحد منهم؟ نعم يا مولاي حضروا جميعهم نادي عليهم أكثم ابن صيفي التميمي وقد تناول صاحب السمو حاكم الشارقة في مقدمة المسرحية كيف نقل القواسم الكرام صورة الحيرة من العراق إلى شمال الشارقة وقد اشتهر أهل الحيرة بالشجاعة والكرم والغنى والثراء وقد كان لهم عناية بالعلوم والفنون والأدب ونبغ فيهم جماعة من الحكماء والفلاسفة والأدباء والشعراء حيث كانت تعقد في الحيرة مجالس الشعر والمحاورات واللقاءات الأدبية وخاصة في مجالس اللخميين وفي هذه المسرحية يتناول سموه أحد تلك المجالس وهو مجلس الملك النعمان بن المنذر ملك الحيرة يا ابن التغلبي أوصل حكماء العرب إلى مقر إقامتهم ويقدم سموه للقارئ من خلال المسرحية تاريخا محققا وروايات موثقة بقالب أدبي مسرحي مبتكر يحفر المعلومة في الذاكرة ويوصل مضمونها إلى شعاف القلوب ليلامس الوجدان ويؤكد صاحب السموه في مسرحية مجلس الحيرة أن التاريخ العربي لا يقف عند حدود التدوين والسرد بل يتعده ليتبوأ مكانا عاليا فهو تراث الأمة العريق ومخزونها الفكري والثقافي مولاي بالباب الشاعر النابغة الذبياني والشاعر المنخل اليشكري أدخلهما وتأتي هذه المسرحية لتنتظم في عقد المسرحيات التي أصدرها صاحب السمو حاكم الشارقة على مدار عشرات السنين الماضية وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام عرض المسرحية شكره وتقديره إلى المشاركين في العرض من ممثلين وفنيين ومشرفين حتى يستعذب الشعر لا بد أن نأتي بهذه المسرحية التي هي لشعرائنا الذين استمعوا في الشارقة ونشكر الأخوة المشاركين في هذه المسرحية هذا الجهد الكبير والحمد للذات أن ألسنتهم تنطق باللغة العربية الفصحى وبتلك الأشعار التي نقرأها على صفحات الكتب الآن نراها رأي العين نشكرهم على إخراج هذه المسرحية إلى هذا المستوى شكرا العرض حضره إلى جانب سموه كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسم رئيس مكتب سمو الحاكم وشيخ نوار بن تحمد القاسم مدير مؤسسة الشارقة للفنون ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي عبد الله بن حيف النعيم رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية ومسؤولها المؤسسات وجمع من الشعراء والأدباء اشتركوا في القناة